مبروك التدويق بالسوبر أهلا بك يا أستاذاني زي حضرتك ودايما موفق يا رب الله يبارك فيك حاجة جميلة الحمد لله بطولة مهمة كان بينتظرها عشاق النادي الأهلي عشاق الفانيلة الحمرة وفي نفس الوقت طبعا متكتسب أهمية أكبر مع المنافس لقليدي نادي الفوز حلوته أنه جاي في بداية موسم وجاي زي ما ذكرت من شوية بعد يعني موسم كانت نهاياته صعبة بالنسبة ليكم كمجلس إدارة وعشان كده عايزة أسمع تعليقك على ده يا سستار أولا يعني أنا أتعقى بس عن حيث نهاياته صعبة كانت في النهاية هي أسسارة الدولي وكانت بالنسبة لنا كجمهور النادي أهلي قبل ما كنا أعظم الإدارة أن اقتصر الدولي سنتين طبعا دي في حد ذاتها دي البطولة المفضلة النادي الأهلي ولو أن في عرش قرة القدم والرياضة كم إنجازات تتعملت الحمد لله يستحقها النادي الأهلي وطليق بالنادي الأهلي إنك في خلال شهور وجيزة تفوز بطولة أفريقيا التسعة والعشر واربعة تكسب سوبر أفريقي مرتين واربعة برنزية كاس العالم سنتين واربعة كل دي كانت إنجازات الطرقة إلى الأعجاز الحمد لله في فترة أجيزة لعبت من الأهلي كانوا رجالة بالأعجازاتهم بالمشرف على الكرة في النادي فكان إنجاز شهر دي كل المصريين ما تقدرش تقول إن إخفاق إلا بمعنى إن رياضة في النهاية صح حصل دايماً دي طبيعة الرياضة في وزوة هذه طبعاً حتى من كتر التعامل في الأمور دي الحمد لله بقى يعني بيبقى النطج الكافي موجود يعني إلا في وقت الفرحة بتبقى مبالغ فيها بتبقى فرحة على قدر الحدث نفسه أيوة ولا في وقت لو حصل أي إخفاق أو حاجة ما يبقاش انكسارياً يعني مية في مية 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 منافسات ورياضة وفيها كل حاجة المهم إنها ترقن الروح الرياضية والإخلاق اللي هي بتلعب من أجلها مظبوط يعني بالكلام عن أستاري أنديل يعني حضرتك مش كعضو مجلس إدارة بس لكن كمشجع أهلاوي لا تترك رحلة إلا أو رحلة تحتاج الدعم إلا وأنت فيها سواء بقى كانت رحلة عربية رحلة محلية رحلة قرية فأكلمني عن الأجواء اللي عاصرتها بالأمس حتى شاهدت مراسم التتويج بالنسبة لفريقك الأهلي يا سستاري يعني الروح اللي أنا فيها موجود فيها كل أعظام مجلس إدارة طبعاً من النادي الأهلي لأن في نازل بقول حياتي إحنا قبل ما نكون أعظام مجلس إدارة فأحنا مشكيين أيوة وده كان دائماً الحمد لله يعني الشابات اللي بنزلها اسمه قايمة كابتن محمود الخطيب كابتن محمود رمز مرموزي من نادي الأهلي أسطور كرة الخدم قبل العمل الإداري يعني فالحمد لله يعني بيضغى على المجلس روح المشجئين الأجواء طبعاً كالعادة النادي الأهلي بيبقى منضبط جداً كل واحد عارف خطوصاته إيه أنا سفرت كان يوم الاثنين كان ليرشار فاسكتر برفقة كابتن سامير عدلي كابتن سيد عبدالحفيز اللي هو كانوا رايحين الترتيبات الأولى برضو ده بيبقى نوع من الحاجات الحمد لله النادي الأهلي بيحرص عليها قبل مروح الفرعية شفت كم الحاجات اللي كانت تتعمل برضو عشان تبقى الأجواء جاهزة لاستقبال الفريق نفسه يعني من جوة الفندق والقاعة والكلام مع اللجنة المنظمة كل الكلام ده اتعمل في اليوم ده عيس لو فيها أي حاجات فيها قصور تكون الدنيا ماشية تمام وكان حصل فعلاً تعاون لحاجات المفروض يتم استكمالها قبل وصول الفريق وصول الفريق كالعادة برضو النادي الأهلي سواء موجود كل يعني مواصم مجلس دارة موجود متواجد الدنيا برضو ماشية لها في حضر الإخصصات رئيس البعثة كان الدكتور محمد شوقي طبعاً زميل الفاضل كان برضو يعني قمة التعاون مع كل أجواء البعثة نفسها تعاون مع الإخوة الإماراتيين بالأمانة يعني شكراً جداً جداً على كم الحفاوة وعلى الاستعبال اللي أعمل وعلى تعييق الملاهب أول بأول في التدريب أو يوم المباراة ده كل الكلام ده كان على قدر كبير من القنطية ممتاز المكسر طبعاً الحمد لله كانت فرحة كبيرة جداً لأنها بطولة وزم حاجة فضلت لأن برضو على يعني بوهارات الكرة النصرية إن الحمد لله الأهلي دايماً متصدر ومتفوق وبيكون له منافس ندل سمالك وفي قمة الروح الرياضية فبتبقى برضو ليها فرحة جميلة لا ننكر كل نهاية دي الأجواء الجميلة ليها مدامة لا تخرج عن الروح الرياضية ولأن كل نهاية في النهاية هل تقول لهم راحة ربنا على كده في رمضان اللي فات كابتن خطيب كان بيستقبل وكان لها شرف متواجد الغالي كابتن حسن شحاطة رمضان رموز الرياضة في مصر وناد الزمالك وكان كابتن علي شليل ومجموعة من رموز الكرة وينتموا الناد الزمالك دائماً هاي دي الأجواء اللي احنا ربنا عليها اي مصبوط صح 100% الأجواء الحلوة اللي فيها حد بيكسب بنهنيه حد بيخسر بنقول له حظة أوفر بكل تأكيد بزاق إنما في نهاية في إطار الروح في إطار إن احنا تحت مصالة مصر نهاية صح النهاردة من شوية حتى رئيس مجلس دارة نادي الزمالك سيد مرتضى منصور أصدر بياناً بيهني فيه الأهلي في خلال رسالته للاعبي فريقه هنأ النادي الأهلي ودي روح جميلة جداً يعملها أكيد أعضاء مجلس الإدارة ناديين كبار وبالتالي بكل تأكيد يتلوها أو يمشي وراها الجمهور الكبير سواء للأهلي أو للزمالك سستوري وأنا بنتعي زي لفرصة بكرة عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب كل سنة وهو مئة بألف خير وسلامة الرمز والأخلاق العالية يعني عاصرت أكتر دلوقتي حوالي خمس دنين فضر محترم قيادة طرخة للنادي الأهلي الحاسة على أسافيات النادي الأهلي وأخلاقه ومبادئه في كل حاجة بنتقرقه يا رب سنة سعيد عليه وعمر بدي صح هتمنى على صحته حضرتك قريب يعني من كابتن محمود الخطيب وكنا نعلم خلال الأيام الماضية رحلته العلاجية في الخارج بل ولسه تستكمل فأيه آخر أخبار صحته أه الحمد لله ويعني عشان كابتن محمود خطيب قاعد خطرة طويلة جدا تبريات مع الفريق وأول إنشاءات اللي في النادي وموضوع فرق التجمع اللي إن شاء الله قريباً هيتم افتتاعه وحاجات ملفات كتيرة جداً كان بيشتغل عليها كابتن محمود خطيب وكانش عنده الوقت إنه هو يسافر يكمل في القصات التوبية المفروض يعملها من أكثر من سنة فالحمد لله أول بأول بيخلاصها وإن شاء الله تتم على خير ونتمنى له الأمر المديد والصحة والعافية وبصحة وسلامة بسألك بقى هنا كرجل اقتصاد وعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي ملف الرعاية بدى فيه نجاحاً واضحاً وفيه تعاقدات مع شركات وأسماء كبيرة وحتى ما ذكر من قيمة على مستوى الرعاية اللي تمت فعايز عرف تقييمك ورؤيتك لهذا المشهد برضو اسم النادي الأهلي دايماً يعني له قيمة عليها جداً ولو تفايل حقيقي يعني ده تالت ملف رعاية اللي اشتغل فيه من أول الدورة المفاتي أيضاً وحتى كان فيه أول ملف حصل فيه عثارات وانا شفت بنفسي برضو احنا عادين في الملفين كانت زي كابتن محمود الخطيب يتعامل فيهم مع في موضوع الرعاية كله على بعض الحمد لله تم التعامل مثلاً كابتن محمود الخطيب وتعاومي ثم الأسماء كتصرارة برضو بما يليق بالنادي الأهلي وزي ما يقول حضرتك النادي الأهلي كلنا على يقين ان اسمه يساوي كبير جداً تاريخه بطولاته وإنجازاته واقتران اسمه لو حاجة شوفه رعاية جددهما كان معاناة في الإمارات يعني بعض منهم فرحتهم ازاي باختران اسمهم باسم النادي بكل تأكيد بكل تأكيد قيل ان ربما رحلة الإمارات كانت من ضمن هذه المكونات الخاصة بيها ربما رعاة جدد أو أسماء جدد أو اتفاقات جديدة فهل ننتظر ده الأيام اللي جاية حقيقة يعني ما فيش حاجة بيكون فيها كلام متواتم من عندنا إلا ما بيعلم كلام المدلاج فان شاء الله لما كل ملف بيكتمل بيتم إعلان كل حاجة لكن محتمل وجود رعاة جدد يعني الملف كامل يعني بشغلة برعاية كابلنا هو خطيب وان شاء الله هيولان عنه رأي طيب خلينا نتكلم معاك عن الجمهور سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى السلة كرئيس لبيعثة الأهلي على مستوى كرة السلة في البطولة العربية في الكويت الشقيقة يعني كان لكم دور كبير بل ووجهتم توجيه شكر سواء لمن عاونوا الجمهور على الدخول أو تحملوا قيمة التذاكر كلمني عن الرحلة كيف كانت ودورك الواضح فيها سستاري بسحاك البطولة العربية للسلة كان لها حاجة ادت برضو مدلولة على جمهور النادي الآلي وحضوره والتزامه كمان ما شاء الله فكان الجمهور الهلاوي في الكويت كان حضوره بكسافة وكان بيصادف دايما ان التذاكر كان بيتغلال يعني كان فيه اتفاع في أسحارها بعد كل مارش يعني وبرضو جمهور كان بيهضر بكسافة وفيه من رجال الأعمال طبعا وساعتها نطلع كمان شكر عندنا من النادي لأهليهم اللي على طول من غير ما يصلب منهم للأمانة رجال أعمال أهلوية وعلى طول رحم جزء من التذاكر بطول جمهور الهلاف الكويت حاجة مشرفة ومفرحة يعني كانوا أعطا برضو بموصلين وقولوا يعني مع كل الهلاوي واتفاع الأسحار برضو الحضور بكسافة وشكرنا طبعا رجال الأعمال اللي هم مباشرة من غير ما حيات حد طلب منهم يعني مباشرة تعاموا الجمهور في جزء من التذاكر المبشين يعني أخي المبشين أي الأجواء كان جميلة جدا برضو كبزة حول خطيب بعد ما خلصنا مفروض بعد ما رجعنا يعني اختبتش لللجنة المنظمة أو للأخوة الكويتة المسؤولين هناك على الرياضة في الكويت يتلهم اهتمام بالنادي الأهل لزير طبيعي بالأمان يعني فيه اهتمام جامع جدا لأن وجود النادي الأهل برضو هو اللي كان منجح البطولة جامعة طبعا بدليل رفع أسعار التذاكر مباراة تلو الأخرى ده كان واضح أنه كان أثار الزعل شوية من جانبكم كمجلس إدارة وسطارق اه لا بس يعني اه في النهاية بإننا احنا تأصدنا بنحرص على الهلاقات مع الأخوة الكويتة طبعا ولا ننكر إطلاقا اتكبالهم وحفاوتهم يعني وأصدنا بنحرص على شكرهم على كل حاجة نفسنا في آخر مدشعة حدثنا بزوم تحكيميه لكن يعني بصفة عامة الأجواء والاستيبال والكلام ده اللي احنا بجلنا عندنا برضو رياضة أهم من مزبوط كرياضة وكرياضة على الدول العربية لا كانت حاجة جميلة ويبنى عليها حاجات كتير جدا على الجمهور وجماله كان التزام غير طبيعي أشد الإخوة الكويتين مزبوط بطريقة كويسة جدا بالكلام عن الجمهور مبارح جمهور الأهلي في الإمارات رفعوا لافتة بيكلموا أن جمهورنا في كل حتة إلا في ملعبنا وده بيتزامن مع حتى البيانة اللي كنتو نزلتوه في مجلس دارة نادي الأهلي بخصوص الحضور الجماهيري والتواصل اللي تم مع رابطة الأندية بخصوص عدد الجمهور ثم شركة تذكرتي أصدرت بيانة بأعداد الجمهور سواء على مستوى الدعوات أو على مستوى الجمهور العادي إيه آخر ما توصلتم إليه بعد هذه الاتصالات أستاذ طارق بصحة إحنا يعني من أول مجلنا في مجلس دارة وإحنا بنحترم القواعد اللي محطوطة لحضور الجمهور وإحنا متأكدين إن إحنا والأجهزة المعنية كلها حارسين على الجماهير تحضر المباريات وبالأسلوب اللي هو بيقضع في النهاية للنحية الأمنية كل اللي إحنا طلبناه مؤخرا كان اللي هو الحرس الداعم بس يبقى فيه على حتة هي توسيع الجماعيل يعني في حضور الجماعيل نفسها في كل المباريات تبقى متساوية لكن في النهاية أنا متأكد إن كل الأجواة في مصر نتمنى إن يكون زي المنظر اللي موجود في الدول العربية يعني ما تلعب مطشي ناكو بيبقى مبارح كان الأستاذ مريان بجماعيل والحمد لله كان منظر بدية وخرج بطريقة كويسة جدا وفي النهاية جمهوره وأنصر أساسي في كورة القدم ونتمنى إن شاء الله وكل يعني وكلنا بنحرص برضو على إن ما فيش حد يخرج على النصر يعني ما ما حدش إطلاقا صح عنده رؤية وعنده فكرة في البلد وحريصة على البلد ويضع إطلاقا إن يكون فيه والحمد لله يعني ما فيش حد يكون يضع إطلاقا ويكون فيها حاجة فيها أي خرب على النصر وفي نفس الوقت فيه أنظمة الحمد لله تحطر كتيرا كتا بلد عملت شغل جامل كتا على أسلوب التذاكر وعلى حاجات كتيرة جدا وده جهد يعني مشكور وواضح جدا إن يتعامل أسلوب كنترول ورقابة جامل جدا على دخول الجامعية لأن ما فيش حد فينا ولا حد حريص على البلد يتمنى إن يحصل أي خرب على النصر ولو حتى بالهتاح 100% مع مبدأ إن الدنيا الحمد لله منضبطة جدا كلنا برضو نفسنا بما فينا أكيد كل الأنبياء على الحضور الجامعيري يكون موجود في كل المطشاط وعلى فكرة لما كنا بقلينا رؤية أن مثلا فيه مطشاط تانية الفرقة تانية فيها جامعية إحنا كنا مبسطين جدا لأن كلنا في النهاية عايزين إن الجمهور يكون موجود في إطار الدوابط لأن كلنا شغالين تحت عباية دولة أيوان ودولة كلنا بنحترم أساسها وقوائدها فكله بينادي بكده إحنا بنحترمنا كده وكل اللي قلناه مؤخرا اللي هو حيث إن الضمان بس بيكون كل العدالة في التوتيج وعنحن نصل في الحاجات دي تبقى بالأسلوب اللي هو يشجع الجمهور إن يكون حاضر في المباريات لأن فيناها زي المسرحية يعني يعني مسرح بلا جماعي دي دي نفسها بتخليش مباري حلاوة المتش بجمهور حلاوة المتش بالجمهور طبعا ودايما بنأكد تاني وتاريط ورابع لكل جماهير الكرة مصر إن كلنا نحرص على بلادنا لأن دي يا نمرة واحد وإحنا في النادي لأهل كل شغالنا بينصب بطاعة كده الحاجة اللي عرضت فيها مع الدولة نفسها كبالة كمصر أيوان لأ مصر هي الأهم صح في حاجات كتيرة جدا اشتغلنا فيها كده عشان كده بنبقى وردو حابسين المنظومة تكمل بالشكل ده صح كلام محترم جدا جدا من شخص محترم زي حضرتك ورجل يعني عاقل ورجل يعني اقتصادي فاهم واعي كالعادة ستاري أخيرا أخيرا يعني على ملف كهرباء إذا كان فيه معلومات متاحة بخصوص ملف كهرباء أو آخر خطوات الأهلي بخصوص الغرامة المقررة على اللعب لصالح الزمالك هل من جديد؟ زي حق يعني يعني يعرف برضو ده متعلق بملف هو القطورة نفسها فلما بتخلص الحاجة الجديدة يرجع لنا كمجلس الغرام يرجع لنا ستاري أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بشكرك ومرة تانية من اليوم مبروك التتويج ببطولة السوبر على حساب الزمالك بالأمس بهدفين دون مقابل